نروح للطرف الآخر نادي التعاون طبعاً بكرة الخميس يغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي التعاون العضاء الذهبيين أو كبار التعاون اتفقوا ينرشحون الدكتور سعود رشودي طبعاً هذا حفيد الشيخ فهد بن علي رشودي الله يرحمه طبعاً واحد من وجهاء منطقة القصيم وهو أستاذ اللغويات التطبيقية وحصل على الدكتوراه والماجستير من جامعة بلو مينكتون أما نائب الرئيس اللي اختاروه الشرفيين هو سامي صالح الوابلي مين سامي صالح الوابلي سامي والده صالح الوابلي هو مؤسس التعاون واللي بذل جهد كبير إلى أن تم تسجيل النادي رسمياً عام 1956 يعني إدارة عريقة مع كل الاحترام والتقدير ما هو قصور في الناس اللي قبلهم لكن إدارة في آي بي يعني يعني الدكتور سعود يعني من أسرة معروفة في القصيم ويعني رح يكون التعاون تزداد قوتها قوة وأيضاً نائب الرئيس اختياره من الشرفيين يعكس أيضاً بيئة الوفاء في نادي التعاون أنك تختار ابن مؤسس النادي إذا كان شخص مناسب طبعاً فهذه يعني يعكس البيئة المختلفة في نادي التعاون طريقة الإدارة التي تقام في التعاون طريقة الجانب الشرفي في الجانب الإيجابي لدعم التعاون وإن شاء الله يكون التعاون نموذج لأندية كثيرة في تكوين مؤسسة منضبطة اشتركوا في القناة